اشتركوا في القناة موافق او مش موافق عالفن اللي بيحصل دلوقتي فحب اقولك لأ هو موجود وليه جمهور وشعبية فلو انت شايف ان الفن ده فن مبتزل او اصدرق للفن او هبدو ترديعه منوش اي لازمة فهو فن تاني بالنسبة الناس تانية كتير فلو انت شايف ان حملات التوعية اللي انت بتعملها عالسوشيال ميديا والهاشتاجات اللي بتعملها عشان ده بينسبلك سبب حوزن فهو سبب سعادة النظر ده ممكن يبقى رأي بس في رأي تاني بيقول انه ايام السته عبد المطلب لما ظهر عبد الحليم ناس كتير شافته انه ايه ده ايه الشاب التوتو ده اللي جاي يغني اغاني غريبة وشكلها مختلف يمكن اسرع شوية يمكن اللهجة مختلفة بس هو بالنسبة لنا دلوقتي الفن الاصيل تخيل بقى ممكن الفن الهابط اللي احنا بنعيشه دلوقتي يكون هو الفن الاصيل بعد خمسين سنة من دلوقتي تعالوا نشوف الحلقات دي هتودينا الفن وتأثير الفن يالا بياه اشهر جانبا بتحبيها الهيلس طرعة جديدة دي بتاعت التبطبة اغنية نسيني ليه بتاعتمال حصن يعني ميوزيك ما بحبش الهيدي يعني لقيت التبطبة سيا جانبا بتاعت حمو بيكا حبيتي مين واشي مش بحب المهرجة نوت مفيش الهوم تعتبر عزور ولي زينه محمد رمضان نومبر ون كان فيه اغنية شعبية كده قديمة بس مش هقدر اقول اسمها ده الاغانية العربية كلها او انا ما شوفتش فن قبل كده عشان عارف اقارن الامانة بس يعني انا شايف وعادي مش مش حلو قوي يعني مش احسن حاجة في حاجات حالة في حاجات لا فيه افلام هدفة وفيه افلام لا ما بقيش يتقال عليه فن بالزبط ممكن نقول استعراض مش بسمع حالة دلوقتي لو معه لي في العربية وكده فيروس والناس اه يمكن ساعات مع ماما بسمع فيروس لا مش بسمعهم مش بحبهم اصلا بيتلز احيب اشوف هضاي التحرش بتناقش في الافلام يعني انا حبى فكرة التب النفسي ويجودة فبحب اتفرج على حاجات كده التحرش سياسية اكتر الريليشنشيب او كده بحب النوع الافلام اللي بيعلمني ازاي اتعامل مع اي اي واحد ده قدرات خاصة او ده قدرات اعلى مني موسيقى الفن هو صوفت باور وهي القوة المعينة حابنحاول نبقى امتداد لربنا خلقه المايسترو ليه وظيف كتيرة جدا قائد العمل او هو مخرج العمل الموسيقى بتبدأ من البداية كلها تجهيز العمل بالمباشرة على كتابة العمل او كتابة العمل نفسها او مذاكرة العمل لو هو العمل جاهز ومكتوب قلات كتيرة كل قائلة بتقول حاجة والمايسترو رازم يكون فاهم التركيبة في الاخرى عملها زي كل حاجة المايسترو بيعملها بتأثر حتى نفسه والرسمة الصوت نفسها بتأثر فيه ايدي مين وفيه ايت شمال الايدي اليمين عادةً بيكون مسؤول عن التيمبو والزمن الموسيقي الايدي الشمال عادةً بتعمل حاجة اسمه او التعبيرات المشروع أركسترا سينكو هو مشروع بيتكلم في بحاكات الواقع اليومي بتاع الايام دي بالثقافة الموسيقية اللي عند الشباب والكبار بس بطريقة أركسترالية بقدم الأركسترا مع الجاز الأركسترا مع الموسيقى العربية الأركسترا مع كل الأنواع ودي المسج بتاعتنا ان احنا نخلي الشباب تدور كده يعني أركسترا وتدور في الموسيقى الكلاسيكية لان اكيد بشكل او باخر ده هيأثر في الثقافة صديقتي المطربة نسمع محبوب كلمتني علشان نعمل حلقة في برنامج صاحبة سعادة اسمها نادي السينما وهي الأغاني القديمة كلها الإنجليش والأجنابي عموماً فبتريني نعملها بشكل ميدليس كده وبتريني نفكر ان احنا عايزين نقدمها بطريقة مختلفة مفيش برنامج في مصر اتعود اوجات له جرئة انه يقدم أركسترا مفيش الإمكانية ان احنا نجيب أركسترا كبير فبتريني الموضوع بـ 14 عازف تقريبا من قلات الأركسترا و7 من قلات الكمبو اللي هو الجيتار، درامز، بيانو وكده واتريت ان انا اكتب لهم العدد الصغير ده اعمل له أركسترا بطريقة ان الصوت يبين كأن أركسترا كبير قدمنا حلقات كتيرة حلقة نادي السينما وقتترات البرامج وقدمنا حلقة عن الكارتون وقدمنا حاجات عن إسماعيل ياسين نولوجيا إسماعيل ياسين تعمل لها توزيع مختلفة واخر حلقة عملت عن المناسبات أنا عادةً بحب الفيوجنز ما بين الأنواع كلها أحب دايماً لو عندي عمل جاز أقدمه ممكن أقدمه بأركسترا عندي عمل عربي أقدمه جاز عندي عمل كلاسيك هقدمه وهاعيد تنفيذه بطريقة معينة ومسموح لي أن أغير فيه ممكن أقدمه مثلاً بطريقة ببلوز أعتفكر إزاي أكون في مصر وحاول أقدم المادة اللي أنا تعلمتها في نفس الوقت أقدر أشتغل بكل تواجد يعني فبتريني بقى نفكر في الفيوجنز ني مثلاً فيه أغنية اللي بحمل عدوية اسمها أنت تقدر خدت المقدمة وعملت لها أوركستريشن بطريقة معينة بحيث أن أنا كأني بسمع دخول أغنية لديزني أغنية لعبد الوهاب لاستقل بيه أو النهر الخالد تتقدم بطريقة أوركستراليه فيه حاجات اتعاملت مع أغاني مكلسوم جاز نعمل ميدليز فيه أغنية مصرية قديمة جداً من التراث بتاعنا بأغنية إنجليش فأنا مش بحب دايماً أن أنا أقدم نوع معين بحب يبقى فيه نوعين أو ثلاثة من الموسيقى وبطلع بكلر بتاعي أنا موتسرت لما ظهر لما ظهرت الموسيقى بتاعته كانت منتقدة جداً والناس بتنتقد فيها وإن هو جي غير كل القواعد وإن هي نشاز جداً له دلوقتي موتسرت بالنسبة لنا هو آيكونة الموسيقى كلاسيكية فيه اتجاه كويس قوي من الشباب بدأ يدوروا ويشوفوا إحنا بنعمل إيه ويسمعوا ولما تتعمل حفلات في دار الأوبرا بدأ الناس تحضروا بشكل أكبر أكتر كلمة أنا سمعتها كان أستاذ عديد جورج أنا أحب الراجل ده بشكل شخصي جداً هو قال لي منكش دعوه بحد وكمل كان دايماً بيقول لي الكلمة دي يعني حتى لما أجي سمعه حاجة ويكون جريئة شوية وأبقى خايف نرد الفعل يقول لي كمل بصوت جورج ما تكملش بصوت حد وهتوصل وفعلاً لما بكمل الصورة بتكمل الناس اللي كانوا بيعترضوا بيرجعوا يحبوا الموضوع يعني يعني جورج بصراحة كلتا والأولكسترا كله وسنقوب كانوا مطلعين للموضوع مختلف هعمل حفلات لاي بقى بالأولكسترا بص الجوازة طلعت حلوة زي؟ بس جداً صدق في نفسك هو ربنا خلق جوا كل واحد فينا صوت فهيوصله ويعرف إيه هو طلع الشخصية اللي جواك اللي ربنا خلق جواك دخل قلبك موديدين وبنكمل معاكم فقاراتنا وضيفنا بصراحة النهاردة ضيف عزيز على قلبي من قبل ما شوفه وكان نفسي قبله من زمان جداً فلينا الشرف انه يكون معانا الممثل ومدرب التمثيل واستاذ التمثيل لإخراج في كلية أداة بجامعة حلوان دكتور فريد النقراشي أهلاً يا دكتور اهلاً بيك اهلاً بحضرتك انا متشرف ان انا كن محاضراتي انا متشرف لي انا انا لسعيد انا من زمان نفسي قابلك واسألك سؤال كده هبتدي به على طول هو الفان عايز مننا ايه بقى وإحنا عايزين منه ايه من الآخر هو عايز مننا بس احنا بقينش عايزين منه يعني هو طول الوقت بيخبط على بابنا عايزنا نتطور عايزنا انه بقى أحسن عايزنا انه بقى قدمين أفضل عايزنا انه بقى أرقى بس للأسف احنا بقينا بنتديله ظهرنا وبنتعامل معها على انه رفاهية الفن مش رفاهية يعني الفن شيء أساسي جداً من متطلبات الحياة عشان البنى آدم يبقى بني آدم طول ما احنا لسه في مرحلة التعامل مع الفن على انه ملهى على انه وقت ضايع على ان السينمات والمسارح وما شابه دي ملاهي لانها بتصنف كده يعني ملاهي فيبقى احنا لسه شوية عليه متأخرين يعني عشان كده مش بنقدر ناخده كدراسة وما بناخدهش كحياة انت على فكرة مش بالضرورة تكون متخصص في الفن عشان تعرف تستمتع به وتعيش حياتك ادارة الحياة هي فن لو انت ما تربيتش من صغرك على انك تستمتع بالفن تتزوق الفن حتى لو انت مش متخصص فيه هتواجه مشكلة انك تعرف بعد كده تستمتع حتى بحياتك طب الفن هو اللي بيشكلنا ولا احنا اللي بنشكل الفن على حسب حياتنا وتغييراتنا بص يا ريتا الحقيقة ان الفن هو كائن حي هو مش مادة يعني هو مش كتاب انا بفتحه وقرأ فيه وخلاص اديني فهمت مضمونه يعني لأ هو كائن حي زي ما انا هعمله هو هيعملني زي ما انا هديله هو هيديني طول ما انا بربي فنوني على الرقي والتقدم والزوء الرفيع وكل حاجات دي هو كمان هيديني كده لو حضرتك عايزة اتلخاصي الوضع الحالي اللي احنا وصلنا له في الشرق الاوسط بشكل عام ودولنا العربية على وجه الخصوص من انتشار لظاهرة العنف والتحرش كل الحاجات اللي شبه كده ارجوك يرجعيها بسرعة من غير اي تفاوض مع نفسك لفكرة ان انت ما عملتيش الكائن الحي اللي اسمه الفن في وطنك بشكل محترم فبالتالي هو ما فرغلكيش ناس بالرقي والزوء المرتفع انا لغاية مبارح صفحة الستوديو عندي منزلة بوست عن فيلم الكيت كات اه استاذ داود عبدالسايد طبعا استاذ داود عبدالسايد طبعا لا توني مذكر كل حاجة ما هو اصلا توني ممثل كمان يعني مش بس ممثل فالفكرة انه بوست نزل عن فيلم الكيت كات يعني اعتقد اني محدش يختلف على ان فيلم الكيت كات من احلى الافلام العربية الراقية فجأة لاقي حد داخل كاتب دا سواء الفيلم دا او اي فيلم دا بيشوه فكر الناس والمشاهد الخارجة ومش المشاهد الخارجة بص دا الخطر اللي جايبها وبدل من ضيع وقتنا في ان احنا نتفرج على الافلام ما نروح نصلي ما نروح نقرأ في الكتاب طبعا محدش يفهم كلمة بقول ما نروحش نقرأ ما نروحش نصلي بس هو الخطر في الكلام دا انه وكأن الفن دا عبارة عن معصية او حاجة وحشة والافضل ان انا اتوب عنها بالصلاة والصوم ومشاهد طول ما انا لسه محصول في ان احنا لسه بنناقش فكرة هو الفن حلال ولا حرام احنا بعيد اوه بعيد خالص احنا لسه مجناش لا وبلاقي مشكلة مثلا بتواجهني انا مثلا كتوني عندي احترام معاد السينما دا يعني انا لو رايح فيلم لازم اخشه في المعاد لو فات من اول لاش هدا بصلاة فأدي اتنكد اده في الاعلانات طيب اه فلا بقى رايح مع اصحابي ودخل الفيلم ولا ايه ابتدى فأتنكد اتنكد خلص يا عامو انت اتأخرت على عملية جراحية ويستغربوا قوي فهل دا يليه اقول لكم ان احنا مبنحترمش الفن وازينا ربي اولادنا على احترام الفن من هما صغيرين انت لمست نقطة مهمة قوي وهي فهي فكرة الفن مينفعش تتعطون تكبير يعني لو انت تعملت معاه على كبر هيبقى في الاخر جزء مش اصيل فيك براك لكن من وين انت طفل صغير لو الاسرة بتاخد اولادها وعندهم برنامج ثابت انه لازم نشوف مسرح لازم نحضر اوبرا لازم نشوف معارض فن تشكيلي خلاص الولد انت مش محتاج تبزل مجهود معاه انك تقوله اهمية الفن ضرورة الفن خالص احنا مشكلتنا ان احنا بنوع على ده متاخر واحنا كبار فنتعامل مع الموضوع على انه شيء لطيف بس مش اساسي لكن هو حقيقة الامر ان الفن شيء اساسي وتبنى عليه شخصية الانسان طب الفن بيتمثل في ايه؟ يعني احنا قلنا كده مثلا اوبرا او الغنى مثلا او المزيكة التمثيل ايه تاني مثلا بيتمثل في الفن عشان نبقى برضو عارفين احنا نتكلم على كل انواع الفن كل عمل ابداعي بيقدمه شخص ويتلقاه شخص اخر يعتبر فن فكرة ابداع دي يعني لازم يتحقق فيه الجمال لازم يتحقق فيه المتعة لازم يتحقق فيه الرقيب الزوء العام وهكذا يعني الاشكال دي عشان كده مش كفاية ان انا اتفرج على فيلم او مسلسل واقول خلاص ما انا فهمت وما انا شفته قبل كده فكرة انا شفته قبل كده يبقى انت قاعد بتسمع حدوتها انت قاعد عايز تعرف ايه البطل يعمل ايه مع البطلة ده مش الفن الفن انك بتدخل في حالة حالة متعة حالة ابداع تتصوق وتركز كل التفاصيل الفن الجيد يحولك من مقعد المشاهد الى مقعد المشارك يعني ما تبقاش مجرد مطلقي فكرة التلقي دي فكرة سخيفة انتهى السخف تلقي يعني انت قاعد كده مربع ايديك مش متأثر مثلا واحد عمالي يضلق حاجات في دماغك ده تلقي سلبي لكن الحقيقة ان انت لازل تتحول الى مشاهد مشارك في الحدث متأثر بيه متعاطف او ضد يعني بياخدك في حتة لازم تشعر ان انت في حالة توطر مع العمل الفني حتى لو مقطوع موسيقية يعني انت لو بتسمع حتة مزيكة وما تأثرش وتفعلت معها بيبقى انت براها انت لسه ما دخلتش فيها انا سعد مثلا براحز ان احنا يعني انا اصرتي كانت بتسمعني من وقت صغير مجدر رومي مثلا هم كلهم بيسمعوها وانا تربيت في بيت اختي بتحب الغنى وبوايا بيحب المزيكة ومامتي بتكتب شعر وتلانيم ما كانش فيه مهرجانات ساعتها ما كانش فيه دلات ما كانش فيه مهرجانات انت دلوقتي عشان تنجى ما بين المهرجان ومهرجان بحتة للمكلسوم بتعمل مجود خرافي بالزبط فانا بيتي كان بيت شوية بيحب الفن بس لما جيت ادرس فن ايه لقوا فده حلا ايه هده حلا من المجتمع مثلا انا مرة كنت موجود في كنيسة في محاضر وبعدين جالي ورقة سؤال يعني هو ليه الفنانين المسيحيين متهدين في الواسط الفني طبعا ده حالك كلم مش حقيقي طبعا خارف فانا سألت سؤال كانت يعني بسم الله ما شاء الله الكنيسة كانت مليا فسألت سؤال قالت له مين هنا يعرف حد في الواسط الفني ولا حد رفع دي طب مين هنا ليه حد قريبه في الواسط الفني ولا حد رفع دي طب مين هنا لو حد جيه من اهله بنته ابنه بتاعي عايز يدخل يدرس فن هيوافق ولا حد رفع دي قال له انت اصلا منسحي انت اصلا واخد موقف من الواسط ومتدي له ظهرك وبعدت عنه ومن بعيد عملت تزقله بالطوب اه 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 اضطهاد معاناة مش عارف ايه ده كلام مش مزبوط حركة الانسحاب ديت من الواسط الفني اعتقد ان مرجعيتها هي لسه مازال عندنا رؤية ودي مش رؤية على فكرة مسحية بس دي رؤية وصولية في كل الناس اللي بفكره بطريقة رجعية يعني انه الفن مازال الفن فكرة حرام مازال الفن هو محرك للشهوات والغرائز ومثير ومش عارف كل الكلام هالي بيقوم بالكلمة عن التمثيل اكتر؟ لا هو بيكلموا على التمثيل بس مش اكتر هو التمثيل بس اه 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 لان هو ده اللي بتطلع فيه واحدة ستة يعني هو المشكلة في كده انه هم بيكلموا على التمثيل مش هم هو مش برضو متهدين التمثيل يعني عشان فيه ستات يعني لو شلنا عنصر الستات من التمثيل هو اللي بيقدموا كله رجالة بواريك مش هتلاقي الكلام ده خالص ايه هي المشكلة دايما في الستة نعم انا اهلي مكنوش القانين من الناحية الاخلاقية فقط كانوا القانين من الناحية ان ده مش وار صعب وانك تتقدر فيه وبتعرف تصرف على نفسك هيكون صعب السكة دي كلها هل ده بسبب ان المجتمع مش بيقدر الفن؟ هو والدك شغل يا تو انا ودي اسيس انجيلي بس خلاص يا بيه والدك كان بيتحك عليك بعهلك بعلك الفكرة في ان هو ايه مش وار صعب لكن هو حيات العمر انا اسف هو في المرجعية بتاعتنا كلنا انا ابويا كان شايف كده انا ابويا لما روحت قلت له انا امثل شاف ازازة الخمرة وانا راجع بطوح بالليل والملها الليلي اللي صاران اللي انا عليح سبعة تبشيرة فيه شاف مشهد معمول كده ليه معنو بيشجعني جدا صدق يعني بيحبيني او انا هزل تصوير بدليل ان انت دخلت معهد سينما وانت كان نفسك وانتاج وكان نفسك تطلع مس بالزبط انا بك اتفرج على الحلقة فيه منتاج بقى طب بما اننا بنتكلم عن التمثيل انت مع فكرة انه لما يجي مثلا فيلم زي حينما يصارة او الافلام اللي هي بتبين المشاكل والعشوائيات والحاجات دي ان احنا نظهرها كده فالناس تحس ان الدنيا كلها كده وكلها بلتاجية وهو ده مصر وكده ولا مع انه لا دايما نطلع الصورة الحلوة اللي هي زي فيلال وعربيات زي المسلسلة بتاعت رمضان كده انت مع الفكر ده ولا ده ولا ايه لا انا لا معده ولا معده انا مع المعنى الكل اللي عمل الفني يعني انت داخلها بتعملي شغل بتعملي فيلم انت عايز تتوصلي منه ليه لو هدفك انك توصلي منه لتشويه صورة مصر لا حتى لو حضرتك مقدمه اعظم قصة في التاريخ حتى لو ده مرآة الواقع حتى لو ده مرآة الواقع لو الهدف تشويه الصورة هو ده الهدف لا ولا الهدف تجميل الصورة برضو لا انت بتنقل حياة وهدفك من وراء هل هو هدف من وراء اصلاح تغيير اعادة نظر فلترة تحريض لازم فيه هدف من وراها انما فكرة التشويه لمجرد تشويه مرفوضة ولا التجميل لمجرد تجميل برضو هو الهدف نقل الصورة يعني ممكن يبقى حد شايف بهدف النقل فقط مش هدف يعني لو انا خدت كاميرا وانزلت الشارع صورت مقلب الزبالة ايه الهدف من وراها يمكن الهدف علشان مسئولين يشوفوا انه ده الوضع يبقى دي حاجة كويسة غير لما بحها لقنوات معارضة لمصر هدفها تشويه صمعة مصر اه لكن انا صورها في اطار درامي اه انت عايز او اصلي ايه هي الفكرة كده الشيء مش جميل في ذاته ولا قبيح في ذاته هو الشيء قمته في اللي انت عايز تعمله به طيب اسأل حاجة سعيد ايه هو النقض وزاي انقض عمل فني او بقدر انقضه يعني اولا احنا عندنا مفهوم خاطئ عن النقد ان هو الفكرة ان رصد السلبيات لأ النقد يبدأ من الايجابيات وينتهي بالسلبيات بمعنى ايه اني انا لو انا شفت فريتا حاجة كويسة فبقولها بروفو عليك انت عاملة كذا كويس انت بتتعامل بشيء ليه عشان تحافظ على الاشياء الجميلة اللي فيها وبعدين اقولها بس خد يبالك من كذا وكذا هو ده مفهوم النقض ان انا بقولك ايجابياتك عشان تحافظ عليها وتنميها وتطورها وبقولك على سلبياتك عشان تتلفع بس بالضرورة لازم يكون النقض ده شخص فيه شخص دارس شخص واعي شخص هدف ومصلحتك لانه احيانا بنوع في مجموعة غير المتخصين اللي يقولك ملاحظات تضللك تشوهك واحيانا بيبقى متخصص بس يبقى مثلا مش فير هو مزقوق هو هدفه تحطيمك مش فايداتك لازم يتوفر في فكرة انه يكون حد فاهم وفي نفس الوقت يكون حسني طب الفن اكيد عليه تأثير علينا يعني فيه تأثير من الفن علينا لو انا مش شخص متلقي زي ما حديتك قلت لو انا شخص بيتأثر وبعيش الدراما مع الحاجات فهو هتأثر فممكن بالتأثير ده يبقى ايجابي وممكن يقى سلبي بتشوفه ازاي بيكون سلبي وازاي ما خديوش يؤثر علي تأثير سلبي الحقيقة ان احنا فضلنا ننزل بزوء المشاهد لغاية ما بقناش عارفين نكلمه يعني احنا نزلنا قلنا نبصة ما نكالكعش لغاية ما وصلنا المستوى من التفاهة بقى يصعب معها الحوار ما بقاش ينفع تتحور دلوقتي التفاهة جايبة يعني مش بتجيب مشاهدات والناس بتقعد وبتشوف يبقى ايا شغالة صح شغالة ومن كتر ما هي شغالة ما بقاش حاجة شغالة غيرها يعني انت بقيت اي حوار له قيمة له معنى جمالي رومانتيكي اي حاجة بقى مرفوض انت لازم تتعامل في سكة السطحية والتفاهة والفل مباشر والفل جنسي وكل حاجات دي ليه لانه خلاص انت وصلت الناس لمستوى فقر فقر فقري وثقافي ولغوي وكل حاجة فقر في الكوميديا فاضطر اقول حاجات مبتزلة لازم بقى فيه توجه عام مش فردي يعني التوجه الفردي ميفيتش في الحل احنا فيه يعني مينفعش انا كمنتج مثلا او حضرتك كمخرجة او حضرتك كمؤلف مثلا يبقى احنا نتلم نقول تعالو نعمل فيلم كذا فيه افلام كواس طبعا بتعمل بس في الاخر هي ما بتشكلش طيار في الاخر ده عمل سواد اعظم من الاعمال اللي بتتعامل مع افساد الزوء العام عشان كده من اهم الخطوات اللي حصلت في الفترة الاخيرة هي فكرة تدخل الدولة ومشروع واضح وصريح للارتقاء بالزوء العام احنا كفانين لينا عليه بعض الملاحظات اوكي مفيش مشكلة بس مجرد ان الدولة تفكر انها ترتقي بالزوء العام ده حكويس ده هدف المشروع جدا الارتقاء بالزوء العام ومهم جدا ده هيحصل فيه افلام بشكل معين مثلا او حاجاتها هيتتقدم لا حاليا مسلسلات وافلام بيتم انتاجها هدفها هي بعث الوعي من جديد للشعب المصري والمواطن العربي كان مثلا مثاليها في رمضان الموسم رمضان اللي فات مسلسل مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار ده مش ممكن منتج فرد يجرى على انتاجه لانه مكلف فالدولة ده عانته طبعا نوعية المشاريع اللي بالشكل ده ما ينفعش يبقى توجه فردي لازم يتوجه عام من الدول وده اللي حاصل يعني حداك مع مستلح السينما النظيفة؟ يعني هو فيه فيلم سينما راقية وسينما مش كويسة مبتزلة فانما اصلهم الاسف ربطوا فكرة النظافة دي بفكرة انه مفيش عري مفيش قبولات مفيش واحد يمسك ايد وحدها كلام كله انا بتصور انه مش ضمن وضوعي طب يعني الافلام اللي هي نزلة مؤخرا بس كده فكاهة وفنفنة وعشان المواطن المصري يتعبان وعايز كده يتفرج على حاجة ايه ريح دماغه ومش عايز يفكر بقى ويفكر في مسلسل الاختيار وقد ايه يعني عايزين نريح ايه رأيك فيها حاسس انها حاجة مهمة تكون موجودة برضو ولا مش المفروض النوع ده اصلا يكون موجود لانه سلبياته اوحش من ايجابياته او اكتر من ايجابياته بص في وقت من الاوقات ده من حوالي مثلا ست سبع سنين فاته كان اه استاذ محمد السبكي والاستاذ احمد السبكي وانا بجللهم كل احترام الاتنين من احلى الناس اللي اشتغلت معهم على فكرة في مصر الفن كانوا هم المسيطرين في وقت معين كده كان تقريبا هم الواحدين اللي بينتجوا في مصر سينما وكان في حملة جبارة عليهم لان ايه نوع السينما والحقيقة بتقول ان هما في وقت ملاقوات هما الواحدين اللي كانوا مشغلين في سينما وحد شغلهم كانوا يشتغل مش عشان نحكر على حد عشان هما الواحدين القادرين يضخوا فلوس في وقت فيه خطر وكان فيه مشاكل وفيه صورة وفيه مش عارف ايه فهم عندهم الجرأة دي في حين معروف ان رأس المال جبان يعني بيخاف لو انا مش ضامن القرشي هرجع القرشي مش هرميه في الارض ساعتها انا كنت بقول وما زلت بقول انه احنا مش هدفنا ان احنا نقول نلغي النوعية دي مفيش حاجة اسمها كده خلي كل النوعيات موجود بس يبقى كل النوعيات موجود يعني ما يبقاش انا انا دلوقتي عايز اتفرج على فيلم رومانسي لازم لاقي في السينما فيلم رومانسي عايز اتفرج على فيلم تاريخي لازم انزل نلاقي فيلم تاريخي عايز فيلم لايت كوميدي فيلم هالس فيلم عبيت مايبقاش كله هالسو كله عبيت هي دي الاشكالية ومايبقاش كله اكشن بقى لازم فيه تنوع دكتور فريد خلينا اسألك اثناء بقى مشوارك الفني كده هل في موقف عدد بي ساب جواك حاجة او علمك حاجة قوي جدا تقدر تحكيها للشاب يستفدوا منها اه هبتدي من التقرير اللي احنا شفناه اللي كان فيه الماستر و جورج قلتا بيقول خليك نفسك وحاول تعبر عن نفسك النصيحة اللي توجهت له في حياته انه يبقى هو صوت نفسه وهكذا اه الحقيقة ان دي انا في رأيه ان دي اهم نصيحة ممكن ان تتقلل اي حد عايز يسلك طريقه هتقابل صعاب رهيبة مش بس هتقابل صعاب انت هتقابل كمية ناس كل تفكيرها انها ازاي تعطلك بكل حب بطريقته بقى يعني واحد بيسخر منك واحد بيقلل من قيمتك واحد بيحطلك عرقيل واحد بيتافع منك واحد بيطعنك في ظهرك واحد لما تيجي سيرتك يقول اوحش كلام ممكن يتقال عشان بس ان انت ما تشتغلش كتير ايه لو انت استسلمت للمعطلات دي مشروعك الفني فشل لأ اخليك فاكر وفاهم انك انت نازل من بيتك عشان تحل مشاكل انت ما عندكش هدف تاني انت نازل من بيتك بتقول ايه اول مشكلة هتقابلني وهعمل معا ايه هو الحدوتة كده مش مش العكس مش ان انا نازل من بيتنا عشان استمتع بنجحاتي فللأسف للأسف ودي ملحوظة يعني تكاد تكون بشوفها كتير جدا في الشباب اللي بيبتدي حياتهم الفنية انه هو متصور انه الطريق مفروش بالورود والرياحين فاول عقب بيقولك لا يا عم لا انا مش ويشتيك ويعايد يا سيلي ده الطبيعي انت لو قاريت حتى في التاريخ مش بس في زماننا دوت لو قاريت في التاريخ هتلاقي اني مفيش حد حقق نجومية بلاش نجومية مفيش حد حقق منصب مهم غير غير معاناة وغير بالتحديات وغير بقهر الظروف والتغلب على المصاعب وهكاس حلم النجومية عند ناس كتير اوه حلم الفن وانه يوصل الحاجة في الفن تحب تنصحهم بايه يا دايما بقول الممثل بالذات اللي هو في المراحل الاولى من التكوين والدراسة والتدريب قوة تحط عينك على النجومية النجومية في حد ذاتها مش هدف النجومية وسيلة على فكرة يعني ايه اصلا هي النجومية يعني ايه النجومية يعني انت ربنا كرمك بقى عندك قطاع عريض من البشر يهمها تسمعك يهمها تتفرج عليك طيب خلص هم جم جولي المسرح جولي السينما قاعدوا قدام شاشة تلفزيون هقدم لهم ايه بقى يعني يعني النجومية دي وسيلة تجيب لك الناس يعني النجومية اسهل من نبى فنان كويس لا مش اسهل لا مصودش انه اسهل بس اصلا اقولك ان هي لا تطلب لذاتها يعني ايه في ذاتها ملاش قيمة ايه ايه حضرتك نجم كبير وبتاخد ملايين خلاص استمتع اسخب لك بعد شوية حتى الشهرة بتفقد قيمتها بتفقد متعيدها قصو بالنسبة لك كفلان ولو مقعدتش كمان تشتغل عليها عشان تبدل حد معروف وكده خلاص هتخفض واليام شفنا نمازج كده حد طلق عادله خمس ست سنين سوبرستار وبعد كده اختفى حتى الفلوس اللي بتجيبها على فكرة لو لو بتجيب ملايين بعد شوية وقت انت اشتريت كل اللي انت نفسك فيه سفرت كل السفرات اللي انت عايزت بيبقى حاجة تانية بقى ايه اللي انا سبته للناس ايه اللي انا بالفعل اثرت بيه في الناس فالنجومية في حد ذاتها ما تطلبش لكنها تستخدم للوصول لاهداف تانية فبالتالي السؤال بقى اللي بعد ده انت عايز تمارس الفن ليه هل انت عايز تغير الناس هل انت عايز تحسن من سلوك الناس هل انت هتستخدم فنك دوت عشان تقضي على بعض الظواهر اللي بقت منتشرة في المجتمع بتعمل حاجة بتحبها لازم بقى الهدف غياب الهدف ده شيء خطر جدا وده اللي احنا شايفين دلوقتي انت دلوقتي بتكتشف انه تقدم فنون بلا اهداف طيب احنا بنشكرك جدا النهاردة فرق لنا جدا رأيك في قصة الهدف انه اهم حاجة انه الفن يبقى ليه في الاخر هدف بجد يعني بساطنا قوي معك شكراً كان نفسنا يبقى الوقت اطول كمان شرفتنا دكتور انا اللي شرفت بيكو شكراً ليكو طيب وكملوا معانا بقية الفكرات في تأثير الفن اشتركوا في القناة خبط على روحك من جوة وفتحت القصابة هد بتدور حواليك على القوة هي في ايدك خدها بجد وغلب كل الضعف الكامل انت هتقدر لما تقامل متقولش انك لأ مش طامن وانسيرك توصل ويترد احنا قوامل ليه فكر يكسرناها ومريبانا قولنا هنقدر يبقى هنبت تبقى الدنيا بحال هدب عدد بيكو شاراً خرق يورينا والغلوة لا حد يسكننا ونعيش ونكمل بس والغلوة لا حد يسكننا ونكمل بس تدور حك فرصة سادك تفتح كل طريقة سادك احنا مكتش بغلك قدك واكترن انها هتتعال وعدها انك مش هتسبها ونمسيرك يوم هتجبها الروح مننا مش بعباجر لوح المابات ومريب احنا قوامل ليه فكر يسرناها ومريبانا قولنا هنقدر يبقى هنقدر تبقى الدنيا بحال هدب عدد بيكو شاراً خرق يورينا والغلوة لا حد يسكننا ونعيش ونكمل بس تدور حك فرصة سادك تفتح كل طريقة سادك تفتح كل طريقة سادك احنا قوامل ليه فكر يسرناها ومريبانا قولنا هنقدر يبقى هنقدر تبقى الدنيا بحال هدب عدد بيكو شاراً خرق يورينا ونقل ولا حد يسكننا ونعيش ونكمل قسمنا ونغني ونكن يسمعنا وبنكمل كلام حلقتنا عن موضوع مهم جداً بالنسبة لي هو تأثير الفن معانا باش مهندس جورج الراهب مدرب التنمية البشرية ومعانا ريمون اثبت انك في طب بأسنان ومولحها مذاكرة جيت لنا بالعافية ماشي ومعانا ماريز ازاك ماريز شرفتونا انا بس عايز اسأل بقى بالنسبة للموضوع ده اللي هو تأثير الفن السؤال مهم جداً بالنسبة لي هو في فن هابط في فن هابط وفن صاعد وفن حلو وفن وحش رأيكم ايه؟ كل حاجة فيها حلو فيها وحش كل حاجة فيها حلو فيها الوحش لو انا مثلاً عندي لوحة ورسامت لوحة وانا عرفت ان المون رسام وحطتها قدامنا احنا الاربعة كل واحد فينا هيعجب باللوحة دي بدرجة معينة ممكن ما تعجبنيش اللوحة خالص ممكن ما تعجبش ريمون توني اللوحة خالص ممكن تعجب ماريز جداً ممكن ريمون يطلع فيها غلطات قصدي الفن بصفة عامة فن لكي يحدد له ضوابط هو احنا والمجتمع اللي احنا عايشين فيه فخليني مثلا اسأل ماريز واسأل ريمون هل في عوامل بتأثر في جودة الفن او بتأثر في الفن نفسه خليني مثلا نتجي نحية فن معين او عمل معين على انه حلو معين على انه مش حلو هل في عوامل معينة؟ اه طبعاً اولاً السوشيال ميديا لما مثلاً انت لقيها بتشجع نوع معين من المسلسلات وهو اصلاً بيوجه رسالة سلبية فانت غصباً عنك لأ طبعا انا عايز اشوف بيجيلك حتة الفضول لأ انا عايز اشوف انا عايز اتفرج تبدأ اعمل ازاي؟ فبتعلم النسبة مشاهدة مسلسل اصلاً بيوجه رسالة سلبية للناس وللمجتمع المنتجين الحاجات مثلاً هبطة بيستغلوا ان الناس حبت الموضوع دوت بعيداً عن اخلاقيات بقى او الهدف او اي حاجة واستغلوا ان نقطة الناس حبة الموضوع بقى صبوبة يعني انا شايف ان في الايام دي في حاجة كتير بتقصر يعني زي مهائة السوشيال ميديا زي ممارسة السوشيال ميديا انا ممكن السوشيال ميديا تعمل عمل معين ترند صح فيقلب ويقصر في الشباب كلها رأي حضرك ايه مش؟ انا رأي ان كل واحد فينا بفروض يبقى عنده بيتزوق الفن بناء على شوية حاجات يخليها في بالك اول حاجة بيأتي بتقصر على تزوق الفن يعني انا بابايا لو رسام ومامتي موسيقية وباباك مهندس وممتب دكتور طبعا وعشان كده اللي بيعمل العمل الفني ده بيقولك انا التارجت اوديونس بتاعي ايه انا بخاطب انهي فئة بالعمل ده فانا بتزوق الفن جزء من العوامل دي بيأتي ونشأتي جزء من العوامل دي حاجة انا بحددها لنفسي بس في الاغلب في معظم الواقع بتبقى غلط انا بقول لنفسي انا بحب نوع الفن ده وافضل متارجت نفسي على ان انا اسمع الفن ده فنفرد موسيقى معينة موسيقى الشعبية اللي طبعا عدمت انا بتارجت نفسي هو ده الفن اللي بيبسوتني بيخرجني من الموت وافضل انا حاطط لنفسي كده اتعامل زي ما يكون واحد راح ابن بوفيه وهو بيحب الكفتة فاول ما يخش ابن فيه يملى طبقه كله كفتة وياخده ويطلع يعرض بالنسبة له الكفتة هي مصدر ساعدته طب انت جربت عشان تقول انا بحب الكفتة بس بس انت جربت مثلا تاكل حاجة تانية جربت تاكل بنيه جربت تاكل اي نوع تاني فقبل ما تقول وتحط نفسك في اطار فن معين انت عايزه وتقول ده اللي بيبسوتني لازم تبقى جربت الباقي لازم تبقى اسمعت كلاسيك حضرت اوبرا سمعت شعبي سمعت اجنبي اسمع كتير وفي الاخر لو انت قررت ان انت عايز ده بس اوكي خلص ده قرارك بس ما تحطش نفسك في دائرة انا مش عايز غير ده وانت مجربتش غير ده طبعا عندي سؤال ريمون وماريوس تفتكروا فيه فنون معينة احنا محتاجين نكون بنظهرها اكتر غير السينما والغونا الحاجات اللي هي طبعا كلنا بنسمحها ونتفرج عليها فيه فنون تانية محتاجين نكون بنشوفها اكتر او طبعا زي مثلا الرسم طبعا ده فنة حلوة جدا بيخرج كل الطاقة السلبية وانت بترسم بيخرج كل الطاقة السلبية اللي جواك بتتحاول لطاقة ايجابية لما بتعمل حاجة شكلها حلو قوي او رسمة شكلها حلو قوي الميوزيك بس على حسب نوع المزيكة اللي بتسمعها يعني مثلا لحد زي عمر خيرت لما بتسمعه كده بيديك هدوء كده نفسي بتحس بس هي ازواء اي ازواء طبعا انا بحب عمر خيرت اي ازواء انا مش بتكلم على عمر خيرت بتحديد هو ممكن يبقى اي حد تاني بس دي حاجات لازم تباين يعني انا ما بشوفش دلوقتي حد خالص بيسمع مزيكة خالص يعني اي نوع من انواع بمسمعش حد بيسمع كله تقريبا دلوقتي اتجه للاغاني الشعبي الاغاني العادية لكن ميوزيك وكده لأ ما حدش دلوقتي انا عشان افتكرت عشان شورتلك لما قلت ريمون بيرسم ومعاه حاجات متحيز للرسم اه انت بترسم مثلا بترسم جامد يعني معد اه بص ريمون اه انا شفت في صراحة دي انت اللي رسمها اللوح بتاعته يعني فعلا فنان لا فنان رغم انه تبقى اسنان يعني قلت لو بابايا رسام امامته غير لما يكون غير دكتور دي انت اللي رسمها ولا اه دي الفحر بالفحر لا وعمل الديتيلز كلها لا ايه ده حد وقام اه والقصة لقطة يعني انا بحاول اعملها بس بوست بتيجي عالجنب كده برده جاية اه يعني انت معاك جاية معايا مش عارفي ايه مش عاقد انا بحاول اللي انا عايز اقول يا توني ان كل واحد فينا جواه فنان بناءا على الفنان اللي جواك اللي بتربيه هتعرف تتزوق نوع معامل فنان بالضبط فانت لو ربيت نفسك الفنان اللي جواك انه يشوف الحاجات الحلوة هتلاقي نفسك اوتوماتيك هتلفز الحاجات اللي مش حبه ومش هيبقى فيه فن هبط لان احنا كلنا لفظناه يعني ممكن اعلم نفسي احب زوق غير ان انا كنت بحبه طبعا جرب ادي نفسك مساحة انك تشوف انواع مختلفة من الفنان جرب انك تجرب يعني انك تسمع لو بتتكلم على الموسيقى او بتتكلم على الاغاني او بتتكلم على الافلام جرب حاجات مختلفة ودي نفسك مساحة تفرج على الافلام الروئية تفرج على حاجات ادبية كتيرة دوكيومنترز مثلا شوف انواع كتيرة من الفن وخلي بالك بقى مهم جدا احنا كشباب في السن ده بلاش نمشي بفكرة القطيع الشعبي طالع فكله يسمع شعبي انا كنت حاضر في فرح من الفترة وبيعم بيشغلوا اغاني في الفرح فتكمل اغاني الشعبي اللي اتشغلت في الفرح واحد من الشباب اللي حاضر بيقول لي احنا بقناش انه نعرف نهيص غير على الاغاني بس طب خالص يعني فيش اي حاجة تنفسك هي دي بس اللي بتعلي موتك لا هو حط نفسك ملايش سياسة القطيع يعني انت ليك رأي وليك اختيار وليك زوق وانا من انا اللي بحدد زوقي واختياري الفن يعني ما انقضش اقود انا ايه او اقود نفسي على القلب لو انت سمحت لنفسك انك حد يختارلك زوق فنك هتسمح لبكرك ان حد يختارلك شغلك ويجبيرك على شو مية تسمع لحد ان يختارلك شركة حياتك هتسمح لحد يختارلك مستقبلك من وقتك الحالي سمحت اللي حواليك ان يختارولك اختار لنفسك اكون ابقى واختار لنفسي وبعدين ابقى منقض لو انت اخترت لنفسك وانت مقتنع باختيارك مفيش مشكلة انا قصد ان ممكن اكون اكد شخصية قيادية وباختار لنفسي وكل حاجة وقع امشي مع الموجة بعد كده بس بتدي من دلوقتي خلي نفسك اختيار جرب كتير اعرف كل انواع الفنون عشان تقدر في يوم القويات توصل للمريزة قيلة وتحدد ان فن هابط او فن مش هابط ومع الوقت الفن هيرتقي لما كل الناس ترتقي لو كل الناس عندها حس وفني حلو زي بتاع ريمون كده وريمون يبتدي اعمل معرض بقى عشان نروح نزوره هترتقي انت بالفن يا ريمون بس جارة وبتدي بس لأ ريمون جامد انا مبهور ما تقوليني حاجة تانية كده حاجة بقصة جديدة ده قصة انا بقى ده انت شوف رسم نفسه اناني نرجسية خليل من النرجسية تفيت ايه ده دي كان كانت من كولا اه ان انا سمعت انك بترسم جرافيتي كمان اه على اسوار وكده ده امنم ده بقى انا بحبه او انا بقى بحب الامنمس جدا انا بعد ازدك انا احتفظ فيديو لو ما عندك كمان ربنا يخليك انا اعلقه في اوتك انا بحب الامنمس جدا اخوتها منك بعد الحلقة وريني حاجة تانية موضوع كورونا برضو اه ده موضوع الكورونا اه دي معبرة بقى معبرة جدا معبرة يعني اللي كنا بنمر بيه اه كان في بداية الموضوع بقى وكده اه انا كان عندي مشكلة لمداربس الكمامة دي كانت انت ضربت شبر اه ولا شامم ولا بتكلم ولا شايف ولا سامة برضو اخير سامة تقفل معاي نفسي الحاجات اللي المهم ببرهالنا دي تبقى اه مفيش حدود للفن يعني ابدعها وطلع الطاقة لجواك اه حاول تجرب وتشغل وقت فراغ بحاجة مفيدة لان انت فعلا جوا كل واحد فينا طاقة حلوة جدا موكي نستغلها وبلاش الموضوع سيستيماتيك وبلاش تبقى حياتك كلها عبارة عن سوشيال ميديا وبس قاعد ادكتد للميديا ولان الحاجات دي مش هتفيدك على الهول استفادة بالوقت برضو ووقت الفراغ ووقت الفراغ دي ووقت كتير يعني حلو جدا استفادة دي طبعا نحاول نخرج برد صندوق منو باش فاكين ان احنا برا برد صندوق احنا جوا بردو اماشيك شكرا جدا باش مهندس شرفتنا شكرا يليمون شكرا 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 يا مريز شرفتونا كمينوا معانا بقيت فقراتنا في الحال الله أبو الفن ومصدر كل فن الطبيعة كلها بتشهد عن الله الفنان المزيكة اللي مالية الأرض من غير ما يخترعوا آلة موسيقية واحدة الطبيعة اللي كانت مصدر الهام لكل الفنانين الإنسان اللي لما تبص فيه وتتأمل عن جسمه وإزاي بيشتغل وإزاي بيجدد نفسه خلايا جسم الإنسان اللي وصل الميت تريليون خلايا كلها بتشهد عن الله الفنان لكن الله كمان ما أبدعش في الإنسان فيسيولوجيا بس لكن أبدع فيه كمان روحيا وفي شخصيته ففي آية في أفاسوس 12 بتقول لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها لكي ينسلك فيها وفي ترجمة تانية بالإنجليش بتقول نحن عمله نحن ماستر بيس ماستر بيس هي القطعة الفنية اللي ما تعملش قبلها ولا هيتعمل زيها الحقيقة إنه الفكرة دي بتطمننا جدا وبتفهمنا قيمة مختلفة عن نفسنا كبني أدمين في موقع زي جيم كده اسمه هيومان فورسيل هيومان فورسيل بتخش عليه وبتشوف إمتك بتساوي إيه وعنده مقاييس ليه علاقة دخلك إيه مهاراتك إيه شكلك إيه لونك إيه جسمك عمل إزاي وزنك طولك وعلى أساسه بتاخد رقم بيحدد سعرك وهو عملها أزا جيم والناس بتخش بتجرب تشوف هي بتساوي كام الله الفنان أبدع في خلقه للإنسان لكنه ما كانش عنده استنبا واحدة بينتج بيها مليارات من البشر لكن كان بيخلق إنسان فريد متميز ملوش زي أغلى لوحة في العالم اسمها سالفيتر ماندي ليوناردو دافينشي تمنها واصل لربعمية وخمسين مليون دولار لكن فيه كمان أعمال فنية أقيم بكتير لكن مش على القائمة دي لأنها تندرج تحت مسمى برايس لس حاجة لا تقدر بسمن اللي هو أنا وإنت ربنا عملنا تحفة فنية مميزة لكنها برايس لس أنا وإنت هو لوحة الله المميزة اللي أبدع في خلقها في الحلقة دي شفنا وكاد نظر مختلف عن الفن وعرفنا قد إيه الفن بيأثر فينا وفي المجتمع عرفنا كمان إنه الفن الصح هو الفن الهدف يعني من الآخر في حوالنا فن هادف وفيه كمان فن كل هدف وإن هو يشوه الصورة الموجودة حاول تكون شخص مش بس متلقي بس كمان ليك وجهة نظر نسيبكم مع التدريب الروحي ونشوفكم لسبوع الجاي في حلقة جديدة من دخل قلبك نور جديد التأمل ليه أشكال كتيرة جدا أولها وأهمها التأمل في الكلمة المقدسة في الكتاب لكن فيه أشكال تانية من التأمل وتدريب نهاردة اسمه التأمل في الطبيعة أول كتاب كتب الله هو كتاب الطبيعة عشان كده بيقول إن الإنسان ملوش عذر في إنه ما يعرفش الله لأنه من البداية الله أعلن عن نفسه في الطبيعة في الخليقة كل حاجة حوالينا بتشاور على ربنا السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه في ناس بتقول ألاقي فين الطبيعة يمكن بلادنا مفيهاش كتير قوي الفرصة دي بالذات لو أنت عايش في شوارع زي شوارع القاهرة مثلا زحمة 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 ودوشة بس الحقيقة أن طبيعة الله ما زالت موجودة تلاقيها في شجر في شارع كبير تلاقيها ببساطة لو رفعت راسك للسماء السماء هي هي في كل بلاد العالم ترفع راسك هتلاقي السحاب هتلاقي بالليل النجوم هتلاقي الأمر هتلاقي الشمس السماوات تحدث بمجد الله الفلك يخبر بعمل يديه جرب أنك تقضي وقت كل يوم أو يمكن مرة على ألف الأسبوع في الطبيعة حاول تروح لمكان هادي حاول تلاقي لنفسك مكان تقدر فيه تشوف جزء من الطبيعة على فكرة ممكن تكون حاجة بسيطة جدا وردة ورقة شجر ينفع تتأمل فيها وتسأل نفسك أو تسأل الله بالروح القدس جواك عايز تقولي إيه النهاردة والمفاجأة يمكن تكون إن الله بيكلمك بشكل واضح جدا من خلال الطبيعة المسيح استخدم أمثال كتيرة جدا عن الطبيعة اتكلم عن النباتات اللي بتنمو زنابق الحقل اللي محدش بيكسوها لكنها بتلبس أحسن من الملوك اتكلم عن الطيور اللي محدش بيهتم بيها لكن الله بيرعاها بنفسه الله اتكلم لينا في المسيح من خلال الطبيعة ومازال الله ومن قبل الكتاب ومن بعد الكتاب عايز يكلمك من خلال الطبيعة خد دقايق اتأمل في جزء من الطبيعة على قد ما هو متاح لك وخلال الإسبوع ده اكتب لربنا بيقوله لك وإنت بتتأمل في الطبيعة وشاركنا على صفحة الفيسبوك صفحة البرنامج إيه اللي انت شفته وإيه اللي سمعت ربنا بيكلمك فيه من خلال الطبيعة موافق أو مش موافق عالفن اللي بيحصل الوقت بيحب أقول لك لا هو موجود وليه شعبيته وجامرهيته كمال جماهيريته جماهيريته جمهور ومشعبية لما ظهر عادل عيمان لما ظهر عادل إمامة عيمان ستة معنا بشوي اسمتنا في طب أسنين على حياته ريمون اه ريمون شعبية جبيرة جدا في المناطق الشعبية وفي حيثة مختلفة كثير في البقاء انتاج مختلف اعداد متميز وزعين شطار قوي مخرجة رائعة بجدا انبساطة وزعين شطار قوي